في هذه الأثناء تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرق الخامسة عشرة من تحرير أربعة مختطفين تم اختطافهم مع عجلاتهم في الموصل وذكر بيان للمديرية أنه تم تحرير الرهائن وإلقاء القبط على المطلوبين في المنطقة الواقعة بين ربيعة والعياضية غربية الموصل بعد تم الاستدلال على منطقة وجود المختطفين وتحديد مكان احتجازهم في أحد الدور المهجورة بقرية في منطقة البعاج